موسيقى موسيقى كيف أحصل على الحياة الأبدية؟ أهلا أحباء المشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع له كل المجد واليوم نتناول موضوع يعتبر من أهم المواضيع يعتبر موضوع مصيري وبحدد طبعا أبديتك قبل ما نبتدي في هذا الموضوع في البداية بحب أقول لكل أحبائنا مشاهدينا في لبنان وفي غزة وفي إسرائيل أنتوا في محبتنا أنتوا في صلواتنا أنا بصلي أن الرب يوقف في هذه الحرب وبصلي الرب يحمي كل الناس ويعزي كل الأهالي اللي فقدت أحباء على نفوسهم وأيضا بحب أخد المناسبة أنه نصلي وخلينا نرفع صلوات من أجل أمريكا بالتحديد في منطقة فلوريدا اليوم يعني بيتوقعوا أعاصير شديدة يمكن من مئة سنة لم يحصل هذا نصلي أنه الرب يحافظ على كل الأرواح ويحمي هذه البلاد يحمي الناس ومنصلي أنه هذه العاصفة تخف أو تمر عن هذه المنطقة وبصلي من أجل كل الناس المتألمة المتضررة من خلال ما يحصل في الشرق الأوسط أنه الله فعلا ينير ويعلن ذاته لكل واحد ولسيما أنت الذي تشاهد هذه الحلقة المصرية في هذا اليوم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أحبا مشاهدينا السؤال كيف أنال أو كيف أحصل على الحياة الأبدية طبعا مين ممكن يكون أفضل من أخ مبارك رجل الله الأخ عياد ظريف أهلا وسهلا أخ عياد أهلا بحضرتك أهسيس نظار وأهلا بكل المشاهدين في كل مكان سعيد جدا أن أكون مع حضرتك وطبعا إحنا دايما هذا فرح وصرور بالنسبة لما تزورنا في برنامج ليكون نور ربنا يباركك ويستخدمك رب يباركك شرف لي طبعا السؤال هذا سؤال مصيري وبحدد مصير الإنسان ولأننا نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية خلينا نبتدي بالتعريف ما هو تعريف الحياة الأبدية أشكرك يعني موضوع الحياة الأبدية موضوع مهم لأنه زي ما حكى شرط يتكلم عن المصير الأبدي والمصير الأبدي هو الشغل الشاغل لأي إنسان موجود على الأرض لما أقول الحياة الأبدية البعض للأسف بيظن أني أتكلم عن الحياة ما بعد الموت ويعني بما أننا عايشين في حياة تسمى الحياة الدنيا فإن الحياة الأخيرة هي الحياة الأبدية لكن الحياة الأبدية ليست فقط طول حياة يعني حياة طويلة لا تنتهي لكن الحياة الأبدية هي صنف حياة لما أقول عنها صنف حياة يعني نوع حياة فالإنسان الحياة التي فيها تسمى الحياة الأدمية نحن نمتلك الحياة الأدمية التي تميزنا عن الكائنات الحية الأخرى لكن في صنف آخر من الحياة غير الحياة الأدمية يسمى الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية هي حياة الله الأبدي فعندما أتكلم عن الحياة الأبدية أنا أعني بالتحديد حياة الله الأبدي كيف أحصل على ذات حياة الله على نوع حياة الله على صنف حياة الله وطبعا كلمة الحياة الأبدية جاءت في العهد الجديد كثيرا وجاءت في العهد الأديم مرتين بس في العهد الأديم جاءت في مزمور 133 هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد وجاءت في سفر دانيال أصاح 12 لكن في العهد الجديد جاءت في الأنجيل الإزائية مات تمرق سلوقة وجاءت في إنجيل يحنى وكتابات يحنى بمعنى آخر وجاءت في كتابات بوليس بمعنى آخر في العهد القديم مع الأنجيل الإزائية بتكلم عن طابع الحياة تحت حكم المسيح عندما يملك المسيح شكل الحياة عندما يسود المسيح لكن إنجيل يحنى مع كتابات يحنى تتكلم عن الحياة الأبدية باعتبار صنف حيات الله الأبدي اللي بناله هنا بالإيمان القلبي بشخص المسيح فإذا نحن نتكلم عن حياة ذات الله أنا بحصل عليها في الحاضر مش بالضرورة أنه بعد الممات عشان كده يحنى 3-16 لكي لا يهلي كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي من يؤمن بالإبن الآن له حياة أبدية وهذا الحياة بتبتدي هنا على الأرض الحياة الأبدية والشخص المؤمن بيعرفها وبيدركها كمان طبعا من الكتابات طالما نتكلم عن الحياة الأبدية أكيد هذا موضوع أعتقد بيشغل كل البشرية من قديم الأيام حتى المصريين القدماء كانوا بيشتغلوا الفرعون كل وقته بيجهز ما بعد الممات وهكذا حضرات كثيرة التي تتكلم عن هذا الموضوع وحتى اليهود في العهد الجديد يعني بتشوف النموسة جاء لي يسوع بقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أو الغني ماذا أعمل أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فهذا بقود للسؤال ليه إحنا عندنا هذا الاحتياج أو يظهر هذا الاحتياج للحياة الأبدية يعني طالما أنا أسأل السؤال وأقول لماذا هناك احتياج للحياة هتكون الإجابة الطبيعية لأن هناك موت يسوت يعني أنا لو محتاج للحياة لأن هناك موت أحتاج للطبيب لأن هناك مرض فطالما هناك احتياج لصنف حياة تسمى الحياة الأبدية لأن هناك موت يسوت الموت يسود إزاي الكتاب قال لنا بسقوط آدم دخل الموت إلى هذا العالم في رمية 15 لأنه كام بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتزى الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع ما معنى الموت؟ الموت في لغة الكتاب المقدس في الموت الأدبي أو الروحي انفصال الإنسان عن الله الله مصدر الحياة وفي الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد وفي الموت الأبدي الطرح في جهنم نفسا وروحا وجسدا لأن كل الجنس البشري مائد بالزنوب والخطايا أمواتا بالزنوب والخطايا فأثما عطية يحتاجها الإنسان الميت هو الحياة الأدبي عشان كده ما كان يشغل قدماء المصريين ما يسمى الحياة بعد الموت كانوا يعدوا العدة في مقابرهم وهرماتهم علشان البعث ما يسمى البعث والخلو وأيضا ثقافات ما بين النهرين والفنقية وهكذا ما بعد الموت لكن صنف الحياة التي نتكلم عنها أنا مش أخذ بعد الموت لكن أنا أخذ بالإيمان القلبي بشخص المسيح بنا الحياة الله التي تستمر بعد انتهاء الحياة هنا إلى أبد الآبدين عشان كده هذه الحياة هي حياة تتغلب على الموت كل البشر أموات كل البشر أموات الجنس البشري ساقت ومائت الجنس البشري فسد أموات بالزنوب والخطايا عشان كده الاحتياج للأموات هو إلى الحياة المسيح جاء ليعطي حياة لمن ضربهم الموت وساد عليهم الموت وطبعا في إنجيل يحنى فيه كانت الحياة فموضوع الحياة هي في شخص المسيح المسيح إحنا دائما لما نتكلم حتى في البرنامج أخياد يعني دائما نذكر كلمة أو عبارة وعد الحياة الأبدية إذا ممكن تشرحنا لما نتكلم عن وعد الحياة ماذا نقصد بهذا الوعد كلمة وعد الحياة ذكرت في رسالة تمثاوس التانية الأصاح الأول عدد واحد لما بوليس بيقول أن بوليس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح لما أقول وعد الحياة يعني الله وعد أن يهب هذه الحياة صنف الحياة يهب هذه الحياة لمين إن كان الله وعد في الأزل أنه في الزمان من يؤمن بالابن له حياة أبدية فهناك ما يسمى بوعد الحياة يعني ودي يقول لنا حاجة جميلة جدا إن المشروع اللي في قلب الله تجاه البشر هو الحياة مش الموت ثقافة الموت والقتل وسفك الدماء مش بتاع ربنا أبدا لكن بتاع واحد قال عن الكتاب ذاك كان قتالا للناس منذ البدء وإن كان الموت منذ البدء والسقوط منذ البدء وسفك الدماء منذ البدء لكن ما هو أسبق من الموت ما يسمى وعد الحياة لأنه من بدء الخليقة هناك موت وهناك سفك دماء لكن قبل الخليقة في الأزل في الأزمنة الأزلية في حاجة اسمها وعد الحياة فلما أقول ما هو وعد الحياة اللي قال عنه بوليس اللي تمثوس في رسالته الثانية الصح واحد أي أن الله وعد في الأزل أنه في الزمان كل من يقبل شخص المسيح ينال ما يسمى الحياة الأبادية الله يعد بوعد يسمى وعد الحياة وده شيء يشجع كل واحد إن كان ثقافة الموت هي السائدة الآن لكن وعد الحياة في المسيح يسوع هو الذي يتغلب على الموت خطر في بالي آية في العهد القديم في سفر التثنية لما موسى عم بيكلم الشعب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك اختيار الحياة لما نقول الحياة طبعا بالنسبة للعهد القديم طبعا يعني يختار الحياة بالابتعاد عن الوثن وكل الآلهة الغريبة ويبتعد عن اللعنة ويقبل البركة بطاعته وسماعه لكلمة الرب ولكن لما نقول وعد الحياة وانت ذكرت أن هذا الوعد يبتدي في الحاضر يعني مش مستقبلا نستنى نشوف هذه الحياة بعد الموت ولكن إذا ذكرنا كلمة وعد الحياة بتبتدي بالحاضر شو نوع أنت تكلمت عن نوع الحياة أي نوع هذه الحياة اللي احنا نتكلم عنها في الحاضر لأنه حقيقة عم نمر بكل أنواع الألام وشوف الحروب اللي عم نسمعها يعني خلينا أقول أنه لما أقول الحياة الأبدية كما أشارنا منذ قليل هو لا يتكلم عن طول حياة فقط لكن صنف حياة هذا الصنف من الحياة مش موجود في البشر لكن موجود فقط في الله اسمه حياة الله الأبدي إذن علشان الله يهب الحياة لكائن ميت واحد ميت بالزنوب الخطايا الله ليه طريقة هذه الطريقة هي قابول شخص المسيح وده موضوع مترتب يعني مترتب على الاختيار يعني فيه مشهد جميل يصف اختيار الحياة أو اختيار الموت عند صليب المسيح وضع اليهود أمام اختيارين من تريدون أن أطلق لكم باراباس أم يسوع إذا حبيت أقول من يمثل الحياة في هذا الاختيار المسيح من يمثل الموت باراباس يطر قادة الأمة اليهودية لما خيروا اختاروا إيه اختاروا باراباس ورفضوا يسوع فعندما اختاروا باراباس يقول الكتاب في هذا التعليق وكان باراباس لصا اللص يصرق ويقتل عشان كده هم اختاروا الموت لكن من يقبل المسيح يحصل على صنف حياة تسمى حياة الله الأبدي ولما قول حياة الله الأبدي يعني الحياة التي أحياها تكون حياة الله كما يفكر الله أفكر كما يكره الله الشر أكره الشر كما يحب الله الخير أحب الخير كما يبغض الله الظلمة أبغض الظلمة المحبة هي طبيعة الله الله الأبدي يبقى أحب كما يحب الله الأبدي كما يعيش الله يعيش أنا صنف الحياة التي في الله هي ذاتها التي أحياها أنا عشان كده لما بتولد من الله باخد طبيعة جديدة من الله بالولادة من الله باخد ذات الحياة الأبدية التي فالله الحياة تنتقل لمن يقبل المسيح فيبقى عندي ما يسمى بالحياة الأبدية بغض النظر ظروف اللي عم نمر فيها برضو هاي الحياة فيها سعادة وفرح وبر وقداسة وكل يعني أسما ما فيها هو القداسة والمحبة عشان كده رسول يحنى في كتاباته يقول الذي ولد من الله يحب لأن الله محب الإنسان في آدم لا يستطيع أن يحب الإنسان في المسيح يستطيع أن يحب لأنه سكنت فيه محبة تسمى محبة الله بالطبيعة التي تسمى طبيعة الله بالحياة التي تسمى حياة الله عشان كده لما المسيح يقول أحب أعدائكم بريكوا لعنيكم هو مش بيتكلم على شيء تعجيزي الإنسان في آدم لا يستطيع أن يحب عدوه لكن الإنسان الذي يقبل المسيح يحصل على حياة الله الأبدي الحياة الأبدية تحب الأعداء الحياة الأبدية تصلي الأجل الذين يسيئون إليها الحياة الأبدية تصنع الخير للشر الحياة الأبدية تطعم الجائع وتعطي ماء للعدو الحياة الأبدية تطلب الغفران كما طلب المسيح الغفران لصلي به عشان كده لا أستعج مطلقا أن المسيح الحقيقي من نال الحياة الأبدية يلطم فيبارك يلعن فيبارك إذا لطم يحول خده الآخر ليه؟ لأن يمتلك حياة تتعلم وتعلم الغفران بعيدا عن حياة المسيح الحياة الأبدية يبقى فيه انتقام يبقى فيه سفك دماء لكن الحياة الأبدية قداسة ومحبة ونور طبعا طالما أن الحياة الأبدية أظهرت أو ظهرت فالسؤال كيف ومتى أظهرت هذه الحياة؟ إذا قلنا أن الحياة الأبدية هي حياة الله الأبدي فالسؤال متى ظهر الله؟ بكتاب يقول لنا إمتى ظهر الله؟ خلال أربعة آلاف سنة من آدم إلى مجيء المسيح كان الله يتعامل مع الجنس البشر عن طريق خلينا أقول وسطا عن طريق أنبياء عن طريق آباء الكتاب يقول لنا في عبرانين أصحاح واحد الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أو بالإجماع عظيم هو سر تقوى الله ظهر في الجسد متى ظهر الله في الجسد؟ عندما جاء المسيح في ملء الزمان ظهور الله في الجسد مجيء المسيح في الجسد هو ده بداية الحياة الأبدية التي ظهرت لهذا العالم أحب أرى لحضرتك آية هذه الآية في يوحن الأولى الصح واحد إلى عدد واحد واثنين لما بيقول الذي كان من البتء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت أي حياة التي أظهرت الحياة الأبدية فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا وهو بأولى الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا قال لنا الذي كان من البات الذي سمعنا هم ويحنى والرسل سمعوا مين سمعوا المسيح الذي شهدنا بعيوننا شهدوا مين شهدوا المسيح الذي لمسته أيدينا تكلموا مع المسيح ولمسوا المسيح فالمسيح هو الحياة الأبدية يبقى بداية ظهور الحياة الأبدية أمام الخلائق هو مجيء المسيح بالجسد هو لا يتكلم عن بداية الحياة فالحياة الأبدية لا بدأت لها لأنها موجودة أزلا بوجود الله لكن يتكلم عن ظهور الحياة أي أنها كانت غير ظاهرة وأظهرت ظهرت بظهور الله في الجسد متى ظهر الله في الجسد؟ بتجسد المسيح يعني في إنجيل يحنى بتتكرر هذه العبارات كثيرا في يحنى الإصحاح الأول فيه كانت الحياة وبعدين كلام الرب يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة أو أنا هو الخبز الحي النازل من السماء الوايب حياة للعالم قال أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القيامة والحياة فالرب يسوع يعني إذا ممكن بس توضح لنا أنه طالما الحياة في شخص المسيح كل هذه الأقوال أنه المسيح بيتحدى السامعين مش مجرد كلامه لكن فيه مصداقية في كلام يسوع المسيح لما يعبر ويقول أنا هو الحياة يعني إنجيل يحنى متخصص بالكلام عن شخص المسيح بأتباره الحياة وإنجيل يحنى ينقسم لثلاث أقسام قسم يتكلم عن النور قسم يتكلم عن الحياة قسم يتكلم عن الحب أو المحبة ويحنى كان متخصص في الكلام عن الثلاث أسماء دول أو الثلاث ألقاب دول النور والحياة والمحبة ولما تكلم عن النور قال لنا النور هو شخص المسيح كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم وإن كان الله هو نور السماوات والأرض فالمسيح جاء لهذا العالم والمسيح نور السماوات والأرض فالمسيح هو الله فلا يوجد نور خارج المسيح ننتكلم عن الحياة لا توجد حياة خارج المسيح طب الحب لا يوجد حب خارج المسيح ما معنى أن المسيح نفسه هو الحياة يعني إن كان الله له صند في حياته تسمى الحياة الأبدية فبكل تأكيد حضرتك وأنا نحب نعرف هو الله بيحب إزاي بيعيش إزاي بيفكر إزاي عندما تجسد الله في شخص المسيح أظهرت هذه الحياة فعندما كان المسيح يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس استطعنا أن نرى الحياة الأبدية وهي تصنع الخير عندما رفض المسيح رياء الفرسيين استطعنا أن نرى الحياة الأبدية وهي تكره الرياء عندما رأينا المسيح يتحنن على الجموع المنطرحة كغنم لراعية له استطعنا أن نرى الحياة الأبدية وهي تتحنن عندما غضب المسيح في الهيكل عندما وجد الهيكل مملوء بالباعة وقال بيت بيت الصلاة يدعى رأينا الحياة الأبدية تغضب من تحويل بيت الله إلى مغارة لصوص يعني كل سيناريو حياة المسيح على الأرض كان هو التكسيم لصنف الحياة عمل لنا تكسيم لكيف يغضب الله كيف يحب الله كيف يعطف الله كيف يترفق الله كيف يفكر الله فكان المسيح هو التكسيم لهذه الحياة إلى أن قال لنا المسيح بقى أن من يسمع أقوالي ومن يقبل الإبن باعتباره هو عطية الله له حياة أبدية فقبول المسيح في القلب هو قبول هذه الحياة لأن لما المسيح بيدخل حياتي ويحل في حياتي بالروح القلوس أنا أخذت حاجة اسمها الحياة الأبدية أستطيع أن أعيش كما يعيش الله أفكر كما يفكر الله أكره الشر كما يكرهه الله أصنع الخير كما يصنعه الله أخ عياد عاوز أسألك سؤال كثير مهم لأنه منتكلم عن خلاص منتكلم عن الفداء منتكلم عن الصليب ما هي علاقة الصليب في الحياة الأبدية يعني إحنا أشرنا أنه الحياة الأبدية أظهرت فقط في شخص المسيح في شخص المسيح هل الملائكة كان فيهم حياة أبدية؟ يعني هل أستطيع أن أقول أن جبرايل يستطيع أن يعلن حياة الله الأبدي؟ ما فيهوش حياة الله لأنه كلها مخلوقات بيد الله لفعل أوامر الله لا مخايل ولا جبرايل ولا الملائكة ولا البشر فيهم حياة الله المسيح فقط هو تكسيم حياة الله الثلاثة وثلاثين سنة لعاشهم المسيح على الأرض هو حياة الله هو الوحيد اللي فيه حياة الله هو الوحيد تكسيم حياة الله عايز أتخيل لو المسيح عاش هذه الحياة على الأرض ثم قرر أن يرجع إلى السماء دون صليب دون موت يبقى الحياة أظهرت ثم رجعت إلى السماء يبقى البشر ما استفدوش حاجة ما زالوا حبيسي حياة آدم الصاقط ولا واحد من البشر إدر يستطيع أو يستفيد من هذه الحياة علشان الحياة اللي في المسيح تنتقل لآخرين كان لازم المسيح يموت باعتباره حبة الحنطة ويوحنة 12 لأننا نقول إنجيل يوحنة بتكلم عن النور والمحبة والحياة يوحنة 12 يقول حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بصمر كثير قانون الوراثة في النباتات يقول لنا لو أنا عندي صنف حياة في بذرة وعايز أكثر من هذه البذرة عايز أملأ مخازني من هذه البذار لازم أدفنها لازم تموت فكان في وسيلة إن الحياة الأبدية اللي موجودة في المسيح فقط تنتقل في البشر عن طريق موت الإبن فعندما مات المسيح بالصليب وقام المسيح من يؤمن بالمسيح يصير ثمر لموت المسيح تنتقل من المسيح حياة أبدية إلى تباع المسيح إلى المؤمنين بالمسيح عشان كده يوحان 3-16 ربط الحياة الأبدية بصليب المسيح لأنه وكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تقول له الحياة الأبدية وده يقول لي يا أسيس نزار هل أستطيع أن أقبل الفكر اللي بيقول أن المسيح جاء لهذا العالم وعلم وصنع معجزات ثم أخذ حيا إلى السماء دون صليب لو أخذ المسيح حيا إلى السماء دون أن يذوق الموت يبقى ما أخذناش حياة أبدية الحياة الأبدية ما زالت فيه هو فقط لكن بموت المسيح على الصليب انتقلت الحياة الأبدية من المسيح للصمر الكثير فالحبة ماتت وآتت بصمر كثير قانون الوراثة يقول لنا بحسب تكوين واحد كل بذرة تأتي بصمر بذره فيه كجنسه فالصمر الكثير في ذات الثفات الوراثية بتاع الحبة الأصلية والتلميذ المسيحيين في ذات الحياة الأبدية التي في المسيح وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية طبعا المسيح هنا بيتكلم عن موته هو مات من أجلنا حتى إحنا ناخد حياة المسيح كما ذكرت تمام يعني لا يمكن أن تصد إلينا الحياة الأبدية إلا بالموت موت المسيح ودي قضية محسومة المسيح لم يأتي ليعمل معجزات ثم يترك الأرض المسيح جاء لكي يذوق بنعمة الله الموت وده يقول لنا أن الصليب في إنجل يوحنا وسيلة من ضمن الوسائل التي سيخرج بها المسيح من العالم ووسيلة من ضمن الوسائل التي ستنتقل منها الحياة الأبدية من المسيح لتابع المسيح ينبغي كلمة ينبغي يعني أمر حياتنا وضرور ينبغي أن يموت علشان نحصل على الحياة الأبدية طيب ناخد فرصة مع حبائنا المشاهدين لربما الموضوع أثار بعض التساؤلات في داخلك ويمكن عندك أفكار مغلوطة عن موضوع الحياة الأبدية واليوم أنه اكتشفنا من الأخ عياد من كلمة الله طبعا أنه الله بحب وغرضه وعاوز وكل الغرض من المجيء المسيح عشان يعطينا حياة حياة أبدية في الحاضر فأنا بصلي أنه يكون اختيارك وقرارك اليوم أن تقبل المسيح تقبل الحياة خلينا نعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا موضوع الحلقة كيف أنال أو كيف أحصل على الحياة الأبدية وحقيقة هذا السؤال اللي عاوز أطرحه عليك لهو موضوع الحلقة كيف أحصل على الحياة الأبدية ولكن بعد إذنك عشان ما نخلي ينتظره طويل في عنا مكالمة من الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال أنت معنا على الهواء سلام يا مونعم يا حضرت الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالأخ المبارك عياد وبصلي أنه بعد البرنامج ده كل المشاندين يكونوا متأكدين بل ومستلمين عطية الضمان بالحياة الأبدية وطبعا حضرتك يا أخ عياد وفيت وكفيت عشان كده مش هقدر أزود حاجة لكن هسأل سؤال شائك النهاردة وبخصوص موضوعنا الحياة الأبدية بنسمع كتير من الناس أن الحياة بعد الموت دي حاجة في علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وحده فالسؤال بتاعي من ثلاث أجزاء الجزء الأولاني من الملحدين بيقولون من أعطاكم التأكيد أن هناك حياة أبدية أساسا خصوصا أنه ما فيش حد مات ورجع وقال لنا أن هناك حياة بعد الموت فده الشقة الأولاني الشقة الثانية من أخواتنا المسلمين لو قلنا أن إحنا كمسيحيين مؤمنين بما عملوا يسوع على الصليف إحنا ضمنين نوال الحياة الأبدية فهم يقولون لماذا هذا الكبرياء ده الواحد لآخر يوم في عمره ما يعرفش هيسلك إزاي فمن أين أتيتم بهذه الثقة العمياء أنكم لكم مكان في السرماء والشقة الثالث والأخير ودي الحد المهمة جدا لو حد بيشاهدنا اليوم بيعمل أعمال صالحة وميزان حسناته مليان من هذه الأعمال الحسنة لكنه لا يؤمن أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد فهو يعترف أنه نبي عظيم لكنه لا صلب ولا مات ولا قام ولكنه شبه لهم حسب معقية لهم في القرآن فهل هذا الإنسان لا يطمن الحياة الأبدية بسبب أعماله الحسنة؟ هو لازم الواحد يعني يؤمن بيسوع مش كفاء يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له فأرجو التوضيخ والرب يباركه شكرا جزيلا أخت نهال فسؤالها هو يعني عبارة عن تلت أسئلة سؤال الملحدين إيه اللي أعطانا الضمان أو التأكيد إنه في حياة بعد الموت يعني أنا من كم سنة فاتت إذا قلت إيه شكل الأمر هتقول لي عبارة عن سخور ورمال أقولك في حد راح تقول لي آه في مركبة طلعت وفي رواد فضاء راحوا ورجعوا فهناك من ذهب وشاهد ورجع وجاب لي يقين هل هناك من مات وقام؟ آه عندنا من مات وقام طب من هو الذي مات وقام؟ قبل قيامته كلمنا عن الحياة الأبدية وبعد قيامته كلمنا عن الحياة الأبدية أقول لك شخص المسيح وإحنا أعتقد في هذا البرنامج وفي كل البرامج هناك الأدلة التاريخية والكتابية والوثائقية التي تثبت موت وقيامة المسيح فبالنسبة لمن ذهب إلى الموت ورجع أو خلينا أقول مات وقام عندنا شخص مات وقام كلمنا عن الحياة الأبدية وهو ذاته يسمى الحياة الأبدية وقيامة المسيح تعطي المصداقية ولا سيما يعني بحسب فكر اليهودي لازم يكون شاهدين أو تلاتف عنا مئات الشهود في موضوع حتى كل أرشليم عرفت عن صلبه والشليم والجنود وخمسمائة أخ كان أكثرهم باقي وقت كتابة رسالة كورنسوس الأولى وبالتالي عندنا شخص ذهب إلى الموت ورجع مع شهود المسيح له كل المجد والمسيح في يوم القيامة عندما دخل إلى العلية وقال للتلاميذ نفخ فيهم وقال اقبالوا الروح القدس نحن عارفين الروح القدس أعطيها يوم الخمسين لكن نفخة المسيح المقام أعطاهم حياة القيامة التي سيسكن فيها الروح القدس وحياة المسيح المقام هل نقول هي ذات الحياة الأبدية التي ينالها كل من يؤمن بشخص المسيح يبقى الجزء الأول لا عندنا شخص وكون أن التلاميذ يموتوا لأنهم رأوا المسيح يعني ما فيش أي قوة لا رومان ولا يهود قدرت تمنعهم من نشر رسالة المسيح إطلاقا عايز تتفرج على السيناريو اللي حصل لإستفانوس وهو يرجم يواجه الموت بهذه الجرأة لأنه رأى يسوع المسيح ابن الإنسان الحي والمقام يعني أنه تفتحه ولم يرى المسيح اللي في القبر القبور تغلق على أصحابها إلا المسيح الذي قام بقوة حياة لا تزول فهو الحي فده السؤال الجزء السؤال الثاني هو عن أحبقنا المسلمين أو مش بس يعني المسلمين عشان يكونوا واقعين كتير من المسيحيين بقول لك شو هذا الكبرياء أنا بتمنى أنه أروح على السماء أنا يريت يعني أنا بعمل كل ما أريد أن أعمل وبدأ أضلني أشتغل لآخر لحظة ومش متأكد يعني يعني حتى في الإسلام يعني لو دست الجنة بيمنى لن أأتمن غضر الله برضو في كتير مسيحيين بقول لك أنا لازم أضلني أعمل 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 أجل خلاصة لحد ديت ما أموت شو ردك على هذا الموضوع الحياة من ينادي بهذا الفكر هو عنده الاتجاهات مطلق بطة شوي لأن كل ديانات الأرض حتى داخل بعض الأفكار التقصية في المسيحية يظن أن السبيل إلى السماء يبدأ من الإنسان إلى الله كل الطرق تقول لك اعمل علشان توصل لربنا جاهد عشان توصل لربنا اعمل أعمل صالح عشان توصل لربنا فأنت لو وصلت إلى الدرجة قبل الأخيرة في السلم وقرأ أنت ما عندكش ضمان تصل إلى الدرجة الأخيرة لكن الكتاب المقدس يقول لنا مش اعمل عشان توصل لله لكن الله وصل لغاية عندنا الله ظهر في الجسد والمسيح عندما جاء في الجسد وصل لغاية شوارعنا وبيوتنا ونتعلى الصليب وبيقول لك وانت هنا انقبلت المسيح باعتباره الزبح العظيم باعتباره المائط على الصليب تاخد حياة أبدي أنا تصديقي لوعد الله يديني حياة أبدي الأية الجميلة اللي موجودة في محن 3.36 بتقول الذي يؤمن بالابن له حياة أبدي من قائل هذه العبارة؟ الكتاب الله يقول من يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله عندما أصدق الله أنا أخذت حياة أبدي عندما أعترض على قول الله الكتاب يقول لنا ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا إذن هذا ليس كبرياء أستطيع أن أمتلك الضمان أنني أخذت حياة أبدي لأن الوعد يقول هذا من يؤمن بالابن لأه حياة أبدي والرب قال في يحن 6 بيقول من يقبل إلي لأخرجه خارجا من يأكل جسدي ويشرب دمي فلأه حياة أبدي أكل جسد المسيح وشرب دمه يعني تصوريا في يحن 6 هو قرين قبوله بالإيمان باعتباره زبحة على الصليم قبلت موته على الصليم فأخذت حياة أبدي إذن لما أقول أنا أخذت حياة أبدي هذا ليس كبرياء هذا ليس إدعاء لكنه تصديق لوعد الله لأن الطريق الإلهي لنوال الحياة الأبدي يبدأ من الله للإنسان الله ظهر في الجسد يؤمن حياة لكن إذا الطريق بيقول لي اعمل عشان توصل لربنا وآخر الطريق تاخد حياة أبدي ولا واحد هيوصل عشان كده الناس كلها بتقولك مين فينا يقدر مين فينا يضمن إذا دخلت الجنة برجلي والرجل الأخرى خارج الجنة لا أضمن أو الحسنات يذهبنا السيئات يعني هيا بنسمعها كتير أنا من شوية قلت وعد الحياة وعد الحياة ده في الأزل الله وعد من الأزل أن يعطي حياة أبدية في الزمان لكل من يؤمن بالمسيح إذن الموضوع مفروغ منه دي عطية اسمها عطية وهبة لا رجعة فيها عندما أقبل المسيح هنا بالإيمان أحصل على حياة أبدية لا تنزع مني أبدا هي حياة إلى الأبد فالحياة الأبدي أنا لا هنا ليس بفضل مني ليس بمجهود مني مائة يطلق فيه الحياة المائة ما يدرش يعمل حاجة غير أنه يقبل هذه الحياة وبالطبع كمان بعد إذنك يعني بضيف نقطة مهمة أنه هذا ليس كبرياء بل بالعكس هذا يقودني إلى العرفان بالجميل والشكر والإمتنان كل حياتي وكل الأبدية عاوز أشكر الله أنه هو اللي أخذ زمام المبادرة أخذ المبادرة مع آدم ألبسه أقمسة من جلد والرب يسوع هو اللي أخذ المبادرة حتى يخلص الإنسان وهذا طبعا يمكن وضح الجواب للسؤال الثالث اللي هو الأعمال الصالحة أنه ممكن الإنسان يقوم بكل أعمال الصالحة ولكن من ناحية تانية لا يؤمن أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد كيف ممكن أن صالح المرض هذا السؤال يحتاج إلى تعريف الصلاح نعم يعني كل واحد يستطيع أن يطلق على ما يفعله أنه صلاح في ناس كثيرين بيعملوا أعمال يظن في ذاتها أن هي صلاح بس الكتاب المعد سألنا أن الإنسان المولود من آدم الميت بالذنوب الخطايا لا يخرج منه أي صلاح وبوليس قال إن عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح وإشعي بيقول إنما كثوب عدة كل أعمال بران يعني كل الأعمال التي يظن الإنسان أنها صالحة خارجا من نبع فاسد من نبع ميل هي صالحة بمقييس البشر لكن بعين الله القدوس أنا لو معايا إنينة مية ملتها من النهر أستطيع أن أحكم عليها أنها مياه بيور نقية بالمقابلة مع مياه ركدة في أي مكان تاني بس لما دخلها المختبر بعين الخبير الفاحص يقول لي لا 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 المياه دي مش نقية أبدا أنت محتاج أنقى فالعين الفاحص هي عين الله القدوس عين الله القدوس تقول على اللي بيقول عليه الإنسان إنه صلاح هذا فساد إنما كثوب عدة كل أعمال برانا لا يطلق على أعمال الصلاح إن أعمال صلاح إلا المخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد صبق الله بعدها لكي نسل لكن خلينا أقول ماذا لو واحد مش عارف يعني ما قبلش المسيح بس بنا ملجأ بنا مستشفى عمل خير هذه أعمال هي أعمال تخضع لتقييم السماء على الأرض ولا تعطي رخصة لدخول السماء يعني مكافئتها تخدها على الأرض فمن يرحم الفقير يكافأ هنا من يطعم الجائع يكافأ هنا السماء أجرتها مش الأعمال السماء دخولها بالإيمان من يؤمن بالإبن له حياة أبدي لكن اللي بيعمل شيء هنا اللي بيزرع هنا بيحصد هنا الله يكافأ أي إنسان يقوم بأي عمل على الأرض في الأرض لكن السماء جواز دخولها هو الإيمان القلبي بشخص المسيح ونوال الحياة الأبدي على حساب ما فعل يسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته من المسيح لأن المسيح بعدما أكمل العمل قال قد أكمل فمش مطلوب مني أعمل شيء عشان أنال الرضا الإلهي لكن لكوني نلط الرضا الإلهي وحصلت على الحياة الأبدية الحياة الأبدي اللي بتكلم عن حياة الله الأبدي تترجم في سلوكيات هذه السلوكيات والأفعال هي الأعمال الصليحة النتيجة بعد الإيمان بص يا سيس نظار أنا بقى قدام النص الكتابي باحترام مخلوقين في المسيح يسوع مش بأعمال صليحة لأعمال لأعمال صليحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيه الأعمال الصليحة لا تلد الإنسان ولادة ثانية لكن الولادة الثانية تهب الإنسان المؤمن قدرة على إنتاج الأعمال الصلاحة يعني كما قال أحدهم باللغة الإنجليزية نحن لا نخلص بالإيمان والأعمال ولكننا نخلص بالإيمان لأعمال والإيمان يسمى الإيمان العامل نعم العامل بالمحبة أمين وهذا بقودنا لسؤال المليون دولار السؤال سؤال الحلقة ماذا أعمل لكي أخلص أو يعني كيف أحصل على الحياة الأبدية إذا قلنا أن المسيح على الصليب عمل كل العمل وأكمل العمل تتلستاي كل حاجة دفعت بيد فأنا لما أقول أعمل إيه يبقى أنا مش فاهم إزاي المسيح عمل وكمل إن كان المسيح دفع كل الفطورة إن كان المسيح أكمل العمل فليس شيء باقيا لي لكي أعمل المسيح أكمل العمل ولكن كيف أحصل كيف أحصل على الحياة الأبدية أن أقبل ما عمله المسيح على الصليب الكرازة بالإنجيل لا تقول اعمل لتحصل على الحياة الأبدية لكن آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص الكرازة بالإنجيل لا تقول اعمل لتحصل على الحياة الأبدية لكن من يؤمن بالابن له حياة أبدية عندما أقبل المسيح يدخل المسيح حياتي أعترف بذنوبي وأثامي وأغتسل بدم المسيح أتنقى بدم الحمل عندئذ أحصل على الحياة الأبدية عشان كده إنجيل يوحنى ده اسمه إنجيل الحياة الأبدية وإنجيل يوحنى كله يتركز في هذا الطريق من يؤمن بالابن له حياة أبدية اللي آمن بشخص المسيح له حياة أبدية أنت مش مطلوب منك تعمل أعمال صليحة لكي تحصل على الحياة الأبدية لكن آمن بالمسيح المصلوب والمقام تحصل على الحياة الأبدية في ترميمة شهيرة بتقول كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلة إذ قلت نحو أقبل يا حمل الله الودي فإذن يعني الموضوع كله بالإيمان أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح أحصل على الحياة الأبدية وهنا الإيمان يا أسيس نظار مش معناه حاجة غيبية مجرد أنا هذا اللي بدي يعني السؤال اللي بعديه عاوزة استوضحه أنه توضح لنا الفكرة لأننا نتهم أنه خلاص يعني آمن وبعدين أعمل كل حاجة الإيمان معناه تصديق يعني أنا لو عندي مرض خطير ثقة وحضرتك اديتني خبر خبر صار قلت لي على الفكرة فيه دكتور فيه طبيب مشهور جدا يعالج المرض اللي عندك فكوني أني أصدق كلامك وأروح للطبيب وأخضع لفحص الطبيب وأخضع لرشدة الطبيب وأخضع لرشدة الطبيب وأخذ العلاج من الطبيب كل ده يسمى تصديق ثقة كون أن يجيني خبر يقول لي أنت ميت بالزنوب والخطايا ودم يسوع المسيح فقط طهرك ووسيلة الحصول على الحياة الأبدية هي قبول المسيح أني أصدق هذا الخبر وأقبل هذا الخبر ده يسمى الإيمان لكن هذا الإيمان يبدأ ولا ينتهي بداية الإيمان بقبولي لشخص المسيح فتتولت في رغبات جديدة مقدسة أني أعيش حياة البر حياة القداسة حياة الأعمال الصالحة اللي هي نتاك طبيعي لنوال الحياة الأبدي يبقى أنا مش أخدت الخلاص ونمت لأن الحياة الأبدية حياة عاملة مثمرة مستمر مش بس مستمر مثمرة باستمرار الصمر 30 و60 و100 نتغير إلى تلك الصورة عينها المؤمن يبدأ مع المسيح لكن حياته تستمر مع المسيح في نقطة بداية هي بذرة الحياة التي تحدث فيها بالإيمان لكن هذه الحياة تعبر عن نفسها بسلوك طاقوي بحياة طاقوية كما يعيش المسيح كما يعمل المسيح أكون مثل المسيح فإذا الكتاب المقدس يظهر لنا بكل وضوح أنه أنا إنسان ميت إنسان فاسد إنسان هالك إنسان ضايع أبناء الغضب ولكن برضو الكتاب بوجهني للمخلص ليسوع المسيح بوجهني للطريقة أو الوصيلة على كيفية الحصول على الحياة الأبدية تمام وسيلة الحصول للحياة الأبدية هي شخص المسيح الممات والمقام وهذا هو الإنجيل قبولي لشخص المسيح طيب أنا عاوز أسأل سؤال بأعتقد أنه كتير كتير مهم طالما نتكلم عن الحياة الأبدية فالسؤال هل المؤمن معرض لفقدان الحياة الأبدية هو الحياة الأبدية عطية عطية من الله العاطي يضمن هذه الحياة في قول جميل آل المسيح في يوحنى عشر وهو يقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد إن كانت الحياة الأبدية هي عطية من الله فمن يعطي الحياة يضمن الحياة ضمان الحياة مش في من أخذ الحياة الأبدية ضمان الحياة في شخص الله الذي أعطى هذه الحياة الأبدية وخلينا أقول أنه ضمان الحياة الأبدية قائم على الذي أعطى هذه الحياة هو صادق ولم يعرف الكذب الله منزه عن الكذب وهبات الله وعطيها إنما هي بلا ندامة نمر اثنين لأجل شفاعة شخص المسيح في السماء فممكن تقول لي آه بس انت بعد ما خدت الحياة الأبدية ظهر فيك زلات في الطريق هل بهذه الزلات والسقطات تنزع من الحياة الأبدية زلاتي وسقطاتي لا تؤثر على مركزي والحياة الأبدية التي أخذتها لأن المسيح ظاهر أمام وجه الله بيعتبره الشفيع إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار نمر ثلاثة لأن المسيح في السماء حي حي إلى أبد الأبدين كرأس الجسد وضمان الحياة الأبدية مفروغ منه أزلا يعني الله وعد وتمم إن من يقبل المسيح له حياة أبدية ما حطلها الشرط استثنائي وقال لنا إنه لو سقط ستنزع منه الحياة الأبدية رح لرمية 8 هتلاقي سلسلة جميلة لأن الذين سبق فعرفهم ده في الأزل سبق فعيانهم ولذين سبق فعيانهم فهؤلاء دعاهم دعاهم في الزمان ولذين دعاهم فهؤلاء برارهم ولذين برارهم فهؤلاء مجدهم السؤال إن كان عيانهم وإن كان اختارهم ده في الأزل وإن كان دعاهم ده في الزمان وبرارهم في الزمان طب مجدهم فين إحنا لسه مرحناش المجد إحنا لسه لما هنروع عند الرب نتمجد لكن هو حسم لنا القضية كلها باعتبارها ماضي تام الموضوع خالصان عند ربنا مش احتمال ينزع من الحياة الأبدية إذا سقط ما فيش أصلا ورود لنزع الحياة الأبدية لأن الله عطيته لي كاملة لأجل عمل المسيح على الصديق طبعا رح نكمل بس في مكالمة معنا الأخ أثاناسيوس أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى حبيبي الرب بركك حبيبي سألنا ونعمل قلبك حبيبي أنت وردك الغالي الرب بركك أخ أثاناسيوس حبيبي أنا بس حبيت أشهد أن أنا متعمل بعد سن الستين لأن أنا كنت أدور على حسن الخاتمة إسلامية زي ما كنت أعيش صدقني تقابت جامد لما عرفت رفسي بس جود لوسلا لكن رب المجد كان لتصرفتاني لما كان ليا صديق مسيحي عرفتني على رب أسواء المسيح وكان دائما كيه أنا أشهد بينه وبينه ولما سلمت الأب للرب لإله حقيقي وتعبت كتير نشكر ربنا هتنجد ليا في 2019 في بعد بعد كده من 2019 لدي الوقتي أنا مسلود سندة غير عدية لغم أن أنا عجوز جدا وبشتغل وبجيب رزق لقيت يوم اليوم بيوم وبعد ما كنت صاحب اكتبارة خر للصيارات لكن عندي أهم أهم من الدنيا كلها سندة القلب والراحة النفسية الداخلية أن أنا على الطريق والحق والحياة وهو بنفسه بيديني آيات ليه الآن حضرتك أن أنا موجود في حياتك ما تخافشي لأنني نقاشت اسمك على كبه هو قال لي في الكتاب من يمسكم يمس صحابك جيني وللآن أنا متمن رغم كل المحاربات اللي حوالي من قرر الناس اللي هي أهلي ومن نظام البلد أنا بشكر ربنا أنهم اتنجد في حياتي ومهتم بيا كابن حقيقي أنا ماش قادر أتنازل لأنني أكون ابن الملك أنا مش عبدي لإله أنا ابن يهوى المتجسد بشخص يسوع المسيح لو أقول للمجد وأنا بعلن مجد الله وبقول لي أخوتي يا مسلمين اقلوا فتشور أنا أنتوا بتقولوا علينا كلام ماشي كتير المسيحيين كانوا صح من السنين قبضت ستين سنة من عمري سنة وشيعا كنت باع ببصطنة بسم الله وأكبر وسائب الإله الحقيقي معني كان أصحاب كتير مسيحيين حواليا ما كنت بتكسف أقول لهم ليه أنتوا بتخشوا لهم بنتوا ناس طيبين وناس روين الرب يسوع المسيح سلمت له قلبك يا مسلم وقلت يا رب يالي خلقتيني وقلت لزومي دلليلي على الطريق صدقني هيسندك ويتعامل لإني لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس ما تسلم قلبك للإله الخارج الحقيقي هو رح يسندك ويبوديك للطريق ويمسك إيه وهو اللي هيوصلك للطريق والحق والحياة آمين أخويا شكرا شكرا أخا أثاناسيوس ربنا يباركك وربنا يحميك اتصل أخا أثاناسيوس الأسبوع اللي مضى وعرفنا أنه كان بالسجون وكان إرهابي وبدرب على الإرهاب ولكن نعمة الرب افتقدته وبيقول أنه من إرهابي إلى كارز بيسوع المسيح ويمتلك حياة الله الأبدي آمين فيه حياة الله الأبدي آمين إحنا الوقت عم بيجري خليني أسأل سؤالين كمان هل إحنا يعني قلنا هل المؤمن معرض لفقدان الحياة الأبدية لا يمكن لا يمكن طبعا أنت جوابت على هذا السؤال طب السؤال الأخير يعني شو هي النتائج امتلاك الحياة الأبدية كيف أعرف أنه أنا امتلاكت حياة وشو هي يعني العلامات اللي بتوضح لأنه أنا فعلا عندي حياة فيه صورة جميلة في سفر التكوين لما آدم نظر لكل الحيوانات ذكر وأنسى أما لنفسه فلم يجد مؤينة نظيره هو عايز ينشئ شركة مع كائن آخر ما كانش عنده أبدا استعداد ينشئ شركة مع الحيوانات ما يفهموش الحيوانات لأن الحياة اللي في آدم غير الحيوانات الحياة اللي في الحيوانات فربنا جاب له الشريك يسمى شريك الحياة حوة شركة الحياة يعني يقدر يفهموا بعض حواء تفهم آدم وآدم يفهم حواء لأن فيهم ذات الحياة خلينا أقول بامتلاكنا للحياة الأبدية صارت لنا شركة مع الله فأول بركة نتجت من حصولنا على حياة الله أن احنا بقى عندنا شركة مع الله تخيل أسيس نظار أن كل واحد يؤمن بالمسيح ينال الحياة الأبدية يبقى عنده شركة مع الله وأما شركتنا نحن وفاهية مع الآب ومع ابنهن بحيث أنك أنت تقدر تصلي لله أو خلينا أقول تتقدم لله في الصلاة والله يفهمك وانت تفهمه وتبقى عارف الله عايز إيه وتبقى عارف الله بيحب إيه بقى فيه شركة نتقدم إلى عرش النعمة بالثقة ودي مش موجودة برا المسيحية وهذه الشركة مش موجودة برا الإيمان بالمسيح لأن كل من يقترب لله في أي صلاة في أي دين بيقترب قدام إله جبار مخوف وهو داخل في روح العبودية والخوف لكن الشركة مع الله دي شركة جميل الشركة مع الآب علاقة حميمية لأن الحياة اللي فيه هي الحياة اللي فينا فبعا عندنا شيء مشترك نمرتني لأن احنا خدنا حياة الله بعا عندنا كمان شركة في المراس لأن الله له مراس والروح القدس اللي فينا هو ذات روح الله فإن كنا أبناء فنحن ورثة ورثة الله وارثونا مع المسيح نمر ثلاثة الحياة التي كان يحياها المسيح انسكبت فينا بالإيمان فكما كان المسيح يعيش نستطيع أن نعيش عشان كده المسيح لما سابنا على الأرض بوليس يقول في كورون 6 ثانية صح 5 إذا نسع عن المسيح كسفراء كأن الله يعز بإزاي نعيش كسفراء آه لأننا امتدات حياة المسيح على الأرض الحياة اللي فينا هي ذات حياته فكأن المسيح ما زال يعيش على الأرض في سلوكياتنا وحياتنا وقداستنا يبقى خدنا الحياة الأبدية صارت لنا شركة مع الله خدنا الحياة الأبدية با عندنا ميراثة الله نفسه خدنا الحياة الأبدية بأت الحياة التي يحياها المسيح نستطيع أن نحياها هنا عمليا على الأرض يقول لها نتائج كمن هنعيش مع الله في السماء ينفع نسكن الله من غير الحياة الأبدية نحن في الأبدية هنسكن الله لأنه فينا ذات حياة الله سؤال الأخير أنت تكلمت عن وعد الحياة في بداية الحلقة ولكن عاوز أسألك عن الحياة الأبدية ننالها الآن أم هي مجرد رجاء للمستقبل سماها طبعا نكون واضحين سماها أو دعاها بولوس الرسول رجاء الحياة صحيح يعني فيه حاجة اسمها وعد الحياة وفيه حاجة اسمها رجاء الحياة وأنا عايز أحط قدام حباء المشاهدين قاعدة عشان يفهموا النص لازم يقيروه في ضوء القرينة يعني الرسالة أو الأصحاح ما ياخدش الآية وطير بيها الحياة الأبدية ذكرنا في البداية أنها جاية في العهد القديم مرتين وفي الأناجيل الإزائية مات مرقص لقا بمعنى واحد صنف أو طبيعة الحياة تحت حكم المسيح لكن في كتابات يوحنى الإنجيل مع الرسائل يتكلم عنها كصنف حياة نناله هنا بالإيمان فأبدأ الآن أنال حياة الأبدية أما بولوس يتكلم عن الحياة الأبدية كرجاء سندخله ونتمتع به ومش بيتكلم عن أن إحنا لسه ما أخدناش الحياة ولما نروح عند الرب هنأخد الحياة لكن عايز أقول إحنا أخدنا الحياة الأبدية بالإيمان لكن لسه فينا الجسد لسه بنتحارب من الشيطان لسه في العالم سنصل إلى ملء التمتع بالحياة الأبدية في المستقبل عندما تتغير أجسادنا وعندما نغادر العالم وعندما نرى الرب ونكون في حضرة الرب سندخل إلى ملء الحياة عشان كده يحنى يتكلم عن الحياة كعطية حاضرة لأن دي عطية قانونية لناها بالإيمان لكن بولوس يتكلم عنها كرجاء مستقبلي هو يتكلم عن فيض الحياة الذي سندخله في شاهد أحب أرى شاهد بيقول مثلا في طيتوس واحد بولوس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب الطقوة على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزع عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية فلم يقول على رجاء الحياة الأبدية أي أننا قريبا نترجى أننا سندخل إلى ملء الحياة الأبدية بعدما نغادر بس إحنا أخذنا الحياة هنا سنتمتع بها كاملة كامل بولوس أمين طبعا إذا ممكن ولو في دقيقة عاوز نختم أو تختم على هذه الرسالة عاوز توصل إيه من خلال كل الموضوع عايز أقول أن ثقافة الموت هي ثقافة العدو الشيطان قد تالا للناس منذ البدء أدخل الشيطان الخطية إلى العالم عن طريق آدم وجابت معها الموت فعندما ترى قتل وسفك دماء واغتصاب وحرق هذه ثقافة الموت وهم أدباع الشيطان في أي مكان في أي زمان في أي جماعة لكن المسيح جاء بالحياة والحياة هي شخص المسيح المسيحية ليست هي الحياة المسيح هو الحياة أن تقبل المسيح شخصيا هذه هي الحياة الأبدية والمسيح يدعوك أن تقبله مش مطلوب منك تعمل أعمال لكي ما تحيا لكن تقبل المسيح الذي أتم العمل على الصليب فتحصل على الحياة الأبدية قدامك طريقين إذا اخترت المسيح أنت تختار الحياة الأبدية إذا رفضت المسيح أنت تعطي ظهرك للحياة وتختار الموت فاختر الحياة لكي تحيا آمين شكرا جزيلا أخيات الرب يباركك ويبارك خدمتك الأخيات طبعا بتشوفوا على مواقع السوشال ميديا وعلى القنوات الفضائية وعنده برامج كتير كتير حلوة وردود على أسئلة الكاثرين ربنا يباركك وشكرا جزيلا أحبائي قال يسوع المسيح وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته نعم أحبائي مكتوب عن الشيطان الإرهابي الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا قال يسوع المسيح أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالمسيح أعطانا حياة أبدية والمسيح أعطانا حياة حتى نعيش حياة فضلة فياضة عطية إلهية أنهار مياه حية تفيد في داخلنا وطبعا تستمر إلى الأبدية فماذا تختار هل تختار يسوع رئيس الحياة أم تختار الهلاك الأبدي اللي هو عن طريق الاستسلام للشيطان اختار الحياة والرب يباركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر